حذرت دراسة جديدة من تناول النساء الكافيين أثناء فترة حملهن إذ قد يرتد بتأثيرات سلبية على الجنين داخل الرحم الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء أوضحت أن تناول الكافيين خلال شهور الحمل وإن كان بنسبة معتدلة قد يسبب ولادة مبكرة للجنين أو ولادته بوزن أو طول يقل عن المعدل الطبيعي ففي الدراسة التي أجريت على أكثر من تسعمائة أم وطفل في إيرلندا تبين أن تناول الأم للشاي أو القهوة بنسبة معتدلة أثناء حملها يسبب انخفاضا في وزن المولود باثنين وسبعين جراما وانخفاضا في طول المولود ومحيط رأسه أما النساء اللواتي يتناولن الكافيين بنسب عالية فيتسببن بانخفاض وزن المولود مائة وسبعين جراما وفيما تناولت دراسات سابقة تأثير الكافيين على سحة الجنين دون الغوص في التفاصيل أوضح العلماء الآن أن الكافيين يمكن له الحد من تدفق الدم داخل الخلاص الذي يصل للجنين كما يمكن للكافيين الحق الضرر بأنسجة الجنين داخل الخلاص ترجمة نانسي قنقر